اشتركوا في القناة والتي سيتفضل بتقديمها الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن البدر رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة وكيل أمارة منطقة المدينة المنورة أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة نرحب بكم في هذا الحفل وفي هذا الملتقى العلمي الأكاديمي الذي يجتمل على العديد من الجلسات العلمية المتصلة بالأنظمة المستجدة والتطبيقات القضائية المرتبطة بها والأعمال الأثر ذلك على المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات البحثية والمؤسسات كذلك القضائية المعنية بهذا الأمر من خلال هذه الجلسات التي تنتظم في هذا اليوم العلمي البهيج الذي يكون تحت رعاية سمو أمير منطقة المدينة المنورة حفظه الله ورعاه وجزاه خيرا على رعاية مثل هذه المحافل العلمية والبرامج التي تثري وتفيد بين يديكم هذه الجلسة التي عنوانها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وقد كانت هذه الجلسة ستقدم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الربيعة عضو المحكمة الإدارية العليا ولكن حال بين تقديمه لهذه الجلسة العلمية حائل حل البارحة لم يتيسر معه المشاركة في هذه الجلسة العلمية في تقديمها فنستأذنكم بتقديم هذه الجلسة العلمية نيابة عن فضيلة الشيخ عبد الرحمن الربيعة ونتحدث فيها عن نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم باعتبار هذا النظام من الأنظمة المستجدة التي تعتبر نقلة وتطورا قضائيا ونقلة نوعية في القضاء الإداري فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام النهائية والسندات المشمولة بأحكام نظام التنفيذ من أحكام المحكمين وكذلك العقود والمحررات على نحو ما سنستطلعه في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل في بداية هذه الجلسة ثمت إضاءة من أثر عن السلف في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما جاء في هذه الرسالة وهي رسالة القضاء الشهيرة جاء فيها فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له لذلك كانت الأنظمة تتسم بالمرونة والتطور وتستجد التنظيمات وتستجد القوانين التي تتطور بما يستجد من حاجة لمعالجة الوقائع المستجدة التي يمر بها المجتمع في تطور وفي تقدم لهذه الوقائع بحسب ما يستجد من هذه التطورات لذلك كان القانون الإداري يتسم بالتطور وبحداثة النشأة ولذلك نجد أن القانون أو أن النشأة القضاء الإداري مرت بالعديد من المراحل التي ترونها أمامكم لكن هذه المراحل وإن كانت قد وثقت بأنظمة ووثقت بقوانين إلا أن هذه الأنظمة وهذه القوانين قد سبقها في الدولة الإسلامية ما يتعلق بولاية المظالم وقد أسس لذلك الملك عبد العزيز يرحمه الله ويطيب ثراه في تأسيس هذه الدولة المباركة حيث وضع قبل توحيد هذه المملكة وقبل تسميتها بالمملكة العربية السعودية وضع في إعلان أعلن في عام 1344 أن هناك صندوق بباب الحكومة هو صندوق للمظالم وأن من له مظلمة فإنه يتقدم في ذلك الصندوق وأن هذه المظالم تنظر من جلالة الملك عبد العزيز يرحمه الله ثم جاء أول تنظيم لنظام ديوان المظالم في عام 1373 في شعبة ضمن شعب مجلس الوزراء ثم أعقب ذلك نظام مجلس الوزراء في عام 1374 حيث عد ديوانا مستقلا مرتبطا بالملك ثم بعد ذلك في نظام هيئة التأديب التي شكلت بنظام تأديب الموظفين بعد ذلك نظام ديوان المظالم الذي صدر مرسومه في عام 1402 وكان هذا المرسوم لديوان المظالم عام 1402 بمثابة نقلة نوعية للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية انتقل فيها القضاء الإداري إلى هيئة قضاء إداري مستقلة تفصل في الخصومات وتنهي النزاعات بالحكم الشرعي أو بالحكم البات في هذه القضايا التي تعرض على ديوان المظالم ثم بعد ذلك أكد هذا النظام بصدور نظام ديوان المظالم عام 1428 وهو النظام الساري حاليا لا يخفى شريف علمكم صدور أنظمة المرافعات أمام ديوان المظالم في عام 1435 وسبقها في النظام السابق نظام ديوان المظالم أو قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان في عام 1409 وسبقها أيضا إجراءات المرافعات الإدارية التي صدرت بقرار من رئيس الديوان طبعا هذه هي مراحل نشأة ديوان المظالم ننظر أنها مرت خلال نصف قرن تقريبا بعدة مراحل كانت هذه المراحل حظية بالتطور وحظية بما يتأثر به القانون من التطور ومن السمة التي يتسم بها من التطور والتحدث والتطوير هذه السمة ملازمة للقانون الإداري كما ذكرت لكم ثم كان من هذه الأنظمة نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم الذي نستطيع أن نقول أنه نقلة أيضا نوعية مرة أخرى في القضاء الإداري أمام ديوان المظالم باختصاص ولائي لديوان المظالم في نظر طلبات تنفيذ الأحكام وطلبات تنفيذ السندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام نلاحظ أن هذا النظام يعتبر نقلة نوعية هامة جدا نقلة نوعية مهمة جدا للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية وتبعا لكون الأنظمة تستجد وتتطور سننظر إلى نوع من التداخل الذي يمكن أن يكون أو نعده ازدواجا في مسارات الأقضية التي تنظر فيما يتعلق بالتنفيذ في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل نلاحظ أن مفهوم قضاء التنفيذ يتعلق بتحقيق مقتضاء السند في الواقع فعلا أن يحقق السند أثره على الواقع فعلا بأن ينتقل من الحكم أو من السند أو من الوثيقة أو من الصك ينتقل إلى أرض الواقع سيما وجهة الإدارة تتسم بالعديد من الامتيازات التي قد تكون هذه الامتيازات تلحق بذي الشأن عنة في محاولة الوصول إلى اقتضاء حقه لا سيما إذا كان الحكم ليس في صالح الجهة الإدارية لذلك جاء هذا النظام الذي يعد نقلة هامة جدا للقضاء الإداري في المملكة ثم يفيد مفهوم قضاء التنفيذ الإداري العديد من المعاني فهو يتفق مع التنفيذ فيما يتعلق بالقضاء والإلزام ويقوم اختصاص قضاء التنفيذ الإداري على الاختصاص القضاء بالتنفيذ الجبري للسندات التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها والفصل في المنازعات الناشئة عن التنفيذ الإداري هذا في حالة لم يكن التنفيذ ضد الجهة الإدارية لأن التنفيذ يمتنع إذا كان ضد الجهة الإدارية التنفيذ الجبري ويبقى التنفيذ بأسلوبه الذي أشار إليه المنظم في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم فيما يتعلق بإلزام الجهة الإدارية وحفز الجهة الإدارية على تنفيذ الحكم من خلال الغرامة التهديدية والأمور التي تكون الجهة الإدارية ملزمة بتنفيذ النظام وما يتعرض له الممالس أو المسؤول عن تطبيق هذا الحكم القضاء في الجهة الإدارية من مسؤولية الإدارية ومسؤولية جنائية أشار إليها المنظم في نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم ينتمي إلى هيئة القضاء الإداري وهو بانتمائه إلى هيئة القضاء الإداري فهو يؤثر على طبيعة هذا الاختصاص الولائي في طبيعة المنازعة وفي طبيعة نظر هذه المنازعة ويؤثر كذلك في إجراءاتها وذلك من جهتين من جهة أطراف التنفيذ وأشخاصه وكذلك من جهة التنفيذ فالتنفيذ لا يكون جبراً على الجهة الإدارية لا يكون تنفيذاً جبرياً على الجهة الإدارية لأن الجهة الإدارية قيمة على المال العام ولا يكون في هذه الحالة التنفيذ جبراً وإجراءات التنفيذ الجبري الواردة في نظام التنفيذ ولذلك نجد الإحالة في التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية أنه يكون وفقاً لنظام التنفيذ فيما يتعلق بصلاحيات قاضي التنفيذ أما التنفيذ ضد الجهة الإدارية فإنه له أحكام خاصة وردت في النظام وهي أحكام تشير وتدفع الجهة الإدارية إلى تنفيذ الحكم دون مساس بإجراءات التنفيذ الجبرية التي هي موجودة في نظام التنفيذ هناك عدة ملامح تبرز من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم من أبرز هذه الملامح إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية وفي البلدن أو المحافظات التي لا توجد فيها محكمة للتنفيذ الإدارية يمكن أن تنشأ دائرة للتنفيذ الإدارية ومجلس القضاء الإداري وديوان المظالم يُعنى بأتمتة هذه العمليات وقيد الدعاوة المتعلقة بطلبات التنفيذ ومنازعات التنفيذ بجعلها لدى محكمة واحدة وكانت هذه المحكمة محكمة التنفيذ الإدارية في الرياض تحوز ولديها الاختصاص المكاني لجميع المنازعات التنفيذية والمنازعات المتعلقة بطلبات التنفيذ في جميع مدن المملكة هذا النظام أوجد إجراءات سابقة على طلب قيد الدعوة وإجراءات لاحقة على طلب قيد الدعوة عقد فصلاً خاصاً لإجراءات التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية وفصلاً خاصاً لإجراءات التنفيذ ضد الجهة الإدارية وفصلاً خاصاً كذلك لإجراءات المشتركة بين التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية والتنفيذ ضد الجهة الإدارية فيما لا يتأثر أو لا يؤثر على طبيعة المنازعة الإدارية أخذ النظام بوسائل وأسليب متعددة لحمل المنفذ ضده على التنفيذ تبرز أهم هذه الأسليب من حيث الإجراءات ومن حيث إتاحة المهل وكذلك من حيث إتاحة فرصة الحماية من العقاب رسم إجراءات متوازية لتفكيك الصعوبات التي تعترض التنفيذ ومن ذلك أمر دائرة التنفيذ أو محكمة التنفيذ بأمر التدابير وأمر الإرشاد وكذلك أمر التنفيذ باتخاذ إجراءات أو قرارات معينة راعى الحالات التي يتوقف فيها التنفيذ على جهات أخرى وعالج حالات يتوقف فيها التنفيذ بسبب إجراءات تتصل بعدم توفر الاعتمادات المالية حيث نص نظام التنفيذ أمام الديوان المظالم على أن امتناع الجهات عن التنفيذ إذا كان بسبب عدم وجود اعتمادات مالية فإن الدعوة وإن المطالبة القضائية تتوجه على وزارة المالية وتدخل وزارة المالية في هذه المطالبة التنفيذية ويتم إنذارها وإشعارها واتخاذ إجراءات التنفيذ كل ذلك تعزيزا للشفافية التي هي ضمن منطلقات رؤية هذه البلاد المباركة ثمت إن نظام التنفيذ أمام الديوان المظالم يرتبط بالعديد من الأنظمة بعض الأنظمة ذات اتصال بنظام الديوان وهو نظام القضاء الإداري وبعض الأنظمة تجتمل على إحالة إليه من نظام القضاء الإداري مثل نظام القضاء القضاء العام وأشير في هذه المناسبة إلى أننا حينما نقول القضاء العام لا نقلل من القضاء الشرعي ولكننا نقصد أنه هو القسيم للقضاء الإداري في الدول التي تأخذ من نظام القضاء المزدوج الذي يكون فيه هيئتين قضائيتين مستقلتين هيئة القضاء الإداري وهيئة القضاء العادي الذي يكون فيه الخصومات ليست متجهة أو ليس أحد أطراف هذه الخصومات جهة إدارية من الأنظمة كذلك التي تتصل بتنفيذ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وكذلك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم يجتمل على إحالة إلى نظام المرافعات الشرعية ويجتمل أيضا على إحالة إلى نظام الإثبات وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وأيضا يتأثر نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم بنظام التنفيذ الذي صدر في عام 1433 في الشق الذي يتصل بالتنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية من إجراءات التنفيذ الجبري وما يتعلق بالسلطات التي لقاضي التنفيذ في المادة السادسة والأربعين من إجراءات ضد المنفذ ضده أيضا من الأنظمة نظام إرادات الدولة ونظام إرادات الدولة الذي صدر في عام 1431 يجتمل أيضا على أحكام تتعلق بإرادات الدولة وما يتعلق بالمال العام وصيانته وعدم تقادم المال العام والمطالبة فيه لا تتقادم بمضي أي مدة في المطالبة بهذا المال ويعتبروا دينا في ذمة من كان في يده مهما تطاولت السنين أو تقادمت المدد فإن هذا الدين لا يتقادم ورسم نظام التنفيذ إجراءات تعد مسارا لطلب التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية ومسارا آخر أيضا للتنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية بموجب نظام التنفيذ نستعرضها من خلال هذين المسارين كما نلاحظ أن نظام التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية من خلال نظام إرادات الدولة فيما يتعلق بالحجز على أموال المدين يتصل بالعديد من الإجراءات هذه الإجراءات فيها طول في المدة إجراءات تتصل في حال عدم وجود حكم قضائي وإجراءات في حالة وجود الحكم القضائي وأنوف بهذه المناسبة إلى صدور نظام أو صدور قرار من مجلس القضاء الإداري يتمثل باختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر طلبات التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية صدر في عام 1442 ودخل حيز النفاذ في جميع المحاكم الإدارية ولتزال المحاكم الإدارية تعمل بهذا النظام المسار الآخر في طلبات التنفيذ لمصلحة الجهة الإدارية هو مسار نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ونلاحظ أن مسار التنفيذ أمام ديوان المظالم يتسم بميزتين مهمتين جدا الميزة الأولى هي سرعة الإجراء والصلاحيات التنفيذية للقاضي الإداري المختص بالتنفيذ في المحاكم الإدارية نلاحظ أن المدة تكون أقصر لكنه يجب على طالب التنفيذ أن يتقدم بطلب التنفيذ قبل التقدم إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ السند المشمول بأحكام نظام التنفيذ تلاحظون المبادئ العامة التي يتصل بها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعلنا نشير إلى أهم هذه المبادئ يسوّغ لقضاء التنفيذ الإداري أن يتخذ من الإجراءات ما يحمل الجهة الإدارية على التنفيذ مثل فرض الغرامة التهديدية فرض الغرامة التهديدية من الإجراءات الجديدة الذي جاء به نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يشتمل على إلزام الجهة الإدارية بالتنفيذ خلال مدة محددة إذا تأخرت الجهة الإدارية عن التنفيذ خلال هذه المدة يكون في كل يوم تأخير غرامة تهديدية بقيمة عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير حتى تصل إلى ستة أشهر ثم يجوز لقاضي التنفيذ تصفية هذه الغرامة بتقليصها أو تقليلها أو الإعفاء منها كليا وقد يكون مفاجئا لكم أن هذه الغرامة تذهب لمصلحة طالب التنفيذ وهذا لا يعد إثراءا بلا سبب لطالب التنفيذ لأن طالب التنفيذ قد أضير بتأخير الإجراء أو تأخير وصول الحق إليه بهذا الحكم القضائي المكتسب للقطعية إذن الغرامة التهديدية تعتبر من أقسى ومن أشد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها قاضي التنفيذ لضيق الوقت نحاول أن نتجاوز بعض الشرائح أو نشير إلى الجوانب المهمة في كل شريحة ونتحول إلى السندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم تلاحظون أن هذه السندات هي عبارة عن خمس سندات الأول هو الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن محاكم ديوان المظالم وليس كل حكم قضائي صادر عن ديوان المظالم يجب أن ينفذ أمام محكمة التنفيذ وإنما يجب أن تكون هذه السندات من الأحكام المجتملة على إلزام بإلغاء قرار إداري أو بإلزام بتسليم مبلغ أو تسليم تعويض أو تسليم نحو ذلك من المطالبات القضائية المجتملة على طلبات الإلغاء وهذا ليس قصورا في هذه الأحكام ولكن ليس ذي معنى أن يتقدم طالب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ حكم حكمت فيه الدائرة بعدم الاختصاص أو حكمت فيه الدائرة برفض الدعوة لعدم ثبوت الحق لطالبه الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها وهذه الأحكام هي الأحكام الصادرة عن القضاء العام وهذه الأحكام أيضا هي أحكام حازت حجية الأمر المقضي به وأصبحت واجبة النفاذ بموجب الصيغة التنفيذية التي ذيلت بها هذه الأحكام متى كانت مجتملة على إلزام فإنها تكون قابلة للتنفيذ أمام ديوان المظالم مثل قيمة أجرة العقارات التي تؤجرها الجهات الحكومية ماذا عن الأحكام الصادرة عن بلد أجنبي نلاحظ أن هذه المادة ذات شمول ومرونة واتساع فهي قد تصدق على الأحكام الصادرة عن البلاد أو المحاكم الأجنبية ولكن إذا تأملنا في مقتضيات النص ودلالاته نجد أن هذه الأحكام لا يليق أو قد لا يكون مناسبا أن نجعلها قابلة لتنفيذ الأحكام الأجنبية لسبب أن الولاية القضائية إنما تستمد وتستند إلى نص صريح وهذا النص يجتمل على عموم وقد يكون مجالا للاجتهاد القضائي أو المبادئ القضائية التي تبديها المحكمة الإدارية العليا أيضا من السندات العقود الإدارية التي تبرمها الجهة الإدارية عفوا لعلنا نقول العقود التي تبرمها الجهة الإدارية لتوسعة مجال هذه العقود وكذلك المحررات التي تصدرها الجهة الإدارية متى كانت هذه المحررات موثقة نلاحظ أن هذه المحررات يجب أن تكون موثقة قضى الأمر السامي الذي نصه أمامكم باعتبار العقود والمحررات الصادرة عن الدولة أو الجهات التابعة لها عقودا ومحررات موثقة بوصفها من الأوراق التي لها قوة السند التنفيذي إذا كانت محررة على أوراق رسمية وموقعة من صاحب الصلاحية وعليها ختم الجهة أحكام المحكمين الأجنبية عفوا أحكام المحكمين هذه الأحكام متى كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية فهي كذلك تكون واجبة التنفيذ والعلن نشير إلى ما ترى من تحدث وتطور في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الذي صدر عام 1440 من إجازة اشتراط التحكيم في العقود التي تبرمها جهة الإدارة خلافا لنظام التحكيم الذي أوجب موافقة مجلس الوزراء المسبقة نلاحظ أن هذا النظام أجازة الوجوء إلى التحكيم بموافقة وزير المالية ووجود عقد إداري بقيمة 100 مليون ريال فأكثر وأن يكون التنفيذ أو التحكيم يطبق نظام التحكيم السعودي أخيرا أشير في الأحكام المحكمين إلى أن هذه المادة ذات مرونة واتساع فهي تشمل أحكام المحكمين الأجنبية وأيضا هذه قد تكون معالجة بمثل معالجة المادة أو الفقرة الثانية بما يقول إليه الاجتهاد القضاء في تنفيذ هذا النظام وما يصدر عن المحكمة الإدارية العليا من مبادئ قضائية قد تحد وتؤطر هذا النص في حدود المبادئ القضائية التي تمثل الاجتهاد القضائي في هذه الاختصاصات المسجدة لديوان المظالم أخيرا الأوراق التجارية متى كانت جهة الإدارة طرفا فيها بأي صفة كانت الجهة الإدارية طرفا في هذه الورقة التجارية والأوراق التجارية كما لا يخفى عن شريف علمكم الكنبيالة والسند لأمر والشيك السندات المشمولة بهذا النظام يجب أن تجتمل على الشروط الشكلية والشروط الموضوعية الشروط الموضوعية هي أن يكون الحق الوارد في السلد محدد المقدار وأن يكون الحق حال الأداء والشروط الشكلية أن يكون مختوما بالصيغة التنفيذية وأن يكون من العقود والمحررات الموثقة وفيما يتعلق بأحكام المحكمين أن تكون كذلك مذيلة بالصيغة التنفيذية ولعلنا نستعجل لضيق وقت هذه الجلسة إلى الإشارة إلى أحكام الصادرة في تنفيذ نظام التنفيذ أمام ديون المظالم أحكام محكمة التنفيذ الإدارية وكذلك أوامرها وقراراتها أن قراراتها وأوامرها تعتبر قرارات نهائية غير قابلة للاعتراض نهائيا واجبة التنفيذ بينما أحكامها تكون مشمولة بالاعتراض عليها بينما أحكامها عفواً تكون مشمولة بالاعتراض عليها وفقاً لطرق الاعتراض بالاستئناف أو بالنقض طبعاً الأحكام تكون فيما يتعلق بالمنازعات التنفيذية أما الأوامر والقرارات فهي تتعلق بأمر الحجز وأمر التنفيذ وأمر المنع من السفر وما إلى ذلك من الأوامر والقرارات تلاحظون في هذا الجدول إشارة إلى هذه الفروقات بين الأحكام والأوامر والقرارات وموضوع نظام التنفيذ يتسع ولكن لضيق وقت الجلسة لعلنا نتوقف عند هذا الحد نشكر للحضور الكرام الإصقاء والاستماع والحضور البهيج والثري نشكر في ختام هذه الجلسة شكراً مكرراً لراعي هذه الجلسة ومن كانت تحت رعايته هذا الملتقة سمو أميرة منطقة المدينة المنورة الأميرة فيصلة بن سلمان بن عبد العزيز جزاه الله خير الجزاء وأوفاه والشكر لكم جميعاً موصولاً وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونستعدينكم في بدء الجلسة التالية شكراً لكم